تشير الوثيقة الصادرة بتاريخ الخامس من يوليو تموز من عام 1975 إلى البيان الصادر عقب زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري إلى الرباط وقد جاء في نص هذا البيان تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون لوحدة المغرب العربي والحوار بين الدولتين الشقيقتين وقد أكد بوتفليقة أن الجزائر ليس لها أي أطماع في الصحراء وتبارك خطوات المغرب وتقترح مساعدته من أجل استرداد المناطق الصحراوية من المستعمر الإسباني